متى تكره المرأة لقاء زوجيا? متى تكره المرأة لقاء زوجيا? بتكره المرأة لقاء زوجيا اذا كان بخيل? كل ما تقوله على حاجه لها مفيش وانا كمان مفيش. ريحتهم عفينها شربهم نتب. لو هي بتاخد حبوب منع الحاملة او حوان منع الحاملة دي بقى عايزة تقتل جزهر. حبوب منع الحامل. وحوان منع الحامل. تعمل اتراب هرموني لجدارك تقول لها ما بتسمع جزها بيخبط ولا تلت يا مناسها نايمة. وانا عامل يا نفسي نايمة وانا عامل. مش كده? برضو تكره المرأة لقاء زوجيا اذا كان هو خاين ولو نزواته يعرف الكلام ده. بس في زوجة يعني مش عايزة اقول ربنا انتقم منها. عارفة انه جزها بيزني وبشرب مقدراته وهي راضية. تفتكر الزوجة دي هتروح فين ده يا. طيب اذا كان الزوج سريع القذف. كل ما بيعرب بيقذب بسرعة. هتكرهه. يا عم بلاها الموضوع. لانه اذا كان الزوجه يشبع واحدة. ولا يترك للزوجة ان تشبع. طب ما انت بتعرفني ليه? يبقى لابد ان تترك الزوجة تشبع. اذا كان الزوج جسمه تقيل وكرشه كبير. ودي مشكلة كبيرة جدا ان يجي لك واحد بطمة قد كده. وبعدين لو كان عايز مقاوة جنسة. مقاوة جنسة يقول لنا فرقع لك. قريب يقوم بلا الاولة فرقع لك الكرشة. وعلى كده نتفاهل. نعم. لا 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 لا. صلى عنك. سرعة القصف وضعف الانتصاب مش قليل للرجولة. هو لم يتدرب على هذا. انما العلم بالتعلم. وانما العادة بالتعود. تقيمت حاجة? يعني انا سريع سريع القصف انا برجع تعبان الساعة عشر حداشر بقيلة وبعدين تحط لي الاكل ااكل وبعدين اجي اعمل انا بموت جسمي تعبان وبأني مليانة ما بكملش خمس دقايق ده ما يبدوش ربنا. ده غباء. انما ان انحكمت يا اما من غير اكل خالص ادي ادي حاجة يبقى يوم الجماعة مفيش اكل. يا اما بعد الفجر ان شاء الله ودي الاوقات اللي ربنا حددها. يا ايوه اللذين ويستدانكم لذين ملكة اميوه ولذين لم يبلغ الحلوة منكم ثلاثة مرات من قبل الصلاة الفجر وحين تدعونا سياباكم من الظاهرة عند القيلولة وانبعد صلاة العشاء. دي الاوقات. ما هو ما هو ازا كان ما عندوش مرة ازا كان عندو سكر ضغط عندو مشكلة عندو املاح عالية عندو فاشل كله وكبد يتعالج. لكن هو ما عندوش حاجة يبقى في مشكلة في السلوك. ممنوع الجماعة بعد الاكل. ممنوع الجماعة بعد الشغل. يعني لازم تخلي بالك ان الجماعة ده عايز راحة وجوع نايم كويس وجعان. المثالي نايم كويس وجعان ده مهم جدا. طيب. بنتكلم بعد كده على حاجة مهمة جدا. غير الاوقات الموازلة للجماعة. ليه يا هاي اللذين امنوا يستأذينكم والذين ايه? آآ لم يبلغوا الحلو منكم اللي يستأذينكم الاطفال والذين اللي رغوا الحلو منكم ثلاثة مرات. من قبل صلاة الفجر. يا ناس اللي بتصالي الفجر. وحين تدعونت يا باكم نظيرة. فاللحين والناس اللي في الصحاري وكده لنهم نهم القيلولة. وايه ومن بعد صلاة العشاء. طب الناس اللي سهرانا ليل نهار وليل نهار ايدين النور. في ان اوقات الاستئزان. ده انت ده انت عملت الليل نهار ونهار ليه لا استأذين فين انا وعمل ايه? غير. عندنا بعد كده حفظ العورات انا ابنها. طبعا المفروض انه في الشرع عندنا سرير للزوج وسرير للزوجة وسرير للولد وكل ما ييجي ولد بعملوا سرير. البنات لها قوضة والسبيان لها قوضة. وفي سرير للضيف. ده شرع ربنا كده. لكن احنا بنخش بقطين وصالة او قوضة وصالة. او قوضة في شقة الوالد مسلا. فين بقى سرير الزوج وسرير الزوجة. احنا عدت انهم بتاعتنا بيجيبها بسرير واحد. صح? يعني السادة بتوع الموبيليا بيديك قوضة بسرير واحد. لكن ده مش شرعي. الشرعي ان في سرير للزوج وسرير للزوجة. طيب. الولد. المفروض ان الولد. انا عندي ولد يبقى له سرير. ولدين سريرين. تلاتة تلات سرين. لا يجوز ان احنا ننام كلنا عيلا كده في حضنه بعض. والوقت يعمل بول يغرق الام والاب وتبقى نصيبة. ده ما ينفعش. بس ده في الاسر الفقيرة. بس. وده ما يردش ربنا. اه. انت هتعد لوحدك وتنام لوحدك. وتفضل وتقول وحدة انا هتقول وحدة انا انا وحداني. واعيش انا انا وحداني. عشان تبقى حر برضو تعمل غزات انابيز براحتك يعني ولا ايه? ولا تري في الناس. مش الحالات. الشرع كده. هو الزوج ما بنمشي غير الزوجة عنا عندي الجماعة. المصيبة ان احنا ورسنا عادات اوروبية غربية. لازم الزوج دم بزوجته هو يعني خلي بالك معي بس. احنا عندنا سرير للزوج وسرير للزوجة. وسرير للولد وسرير للضيف. لازم كمان اعمل حساب سرير ماما جات. حماتي جات. مش هسيب لهم السرير بتاعه نام في الحمام. ما هو انا مش هتجاوز شقة قطين وعد فيها بيئة عمري. انا مجاوز شقة قطين ده مرحلة انتقالية. كل مرة بينا يوسع عليها يوسع على نفس. مش الشقة بتاعت الدنيا والاخرة. مش انا اتجاوز في شقة من عشرين سنة واعد فيها. ايه 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 التفكير القليل ده? دايما الانسان مرحلة مرحلة. النهاردة في قطين بكرة ان شاء الله وعد خمس ست سنين عندي ولدين بنتين حنقل في تلاتة. بعد ما بقى عن تلات اربع الهنقل في فيلا بعد كده هعمل اه كم فدان كده يعني ولا تبدل طول عمرك كده. في ناس ما عندهش طموع. لا ما كانش عنده سرير اصلا. النبي ما كانش عنده سلاير بس عشان ايه? خلي بالك معي. لما نيجي نتكلم على حاجة لقد كان لكم في صورة اسوات حسنة ما كانش عنده سلاير. ولا سرير ولا دلاب ولا شفونيرة. خدت بالك انا لما روحت عشان اتجاوز فبقول لي اهل عروسة ان انا هنام على الارض زي النبي وهعلق هدومي على مسامير في الحيطة وبتاع فهالولي طب السجات طب النجف طب المايكرويف طب يعني كلام كبير كده. فانا هلطلهم لقى سنة النبي. فهالولي لقى سنة نبي تفعش دلوقتي. هتحط هدومك فين? هلعلقها على على مسامير. ينفع على هدوم مسامير. فالدلاب اصبح ضرورة ولا ايه? والسرير. يعني اجسام اه انا دلوقتي بنام على السيراميك. بس عشان الصيف. لكن في الشتاء صعب ولا ايه? مش كده? وبعدين يعني ايه يعني ما بقى لك عندك سريره اتنين وتلاتة. تعبت من السريره ده روح تساني. تعبت ايه المشكلة يعني? انما هو ده يتنام هنا في الحمام. طبعش. وبعدين لما يتخنوا واع وقت طيب الزوك هينام فيه? على الكنبة? نعم. حبيب قلبي صلى عندي. هو الشهوة الجنسية عاملة زي الطعام والشراب. ما فيه شهوة اربعة ورشرين ساعة مستمرة. انما فيه اكل انا جعان. شباعة? خلاص? ايه بقى لازمة التفاصل? الحميمية مش اللازقة. ده انا بقول لك يعني حتى لو انت عندك اجازة. ما انتعش تقعد مع مراتك ليه النهار? يعني يقول لك ايه? روح صلي وسيب الزوجة تقلي تخش تسرح تعمل. ابعد شوية. ابعد زور غبا تزدك حبا. ابعد حبة. اما تروح الشغل وترجع نوحش بعض. لكن بعد سن المعاش. ها? والراجل قعد معاشه الست معاش وقعدين كده في وش بعض. ايه ده? ها? ايه اللي عندنا تاني? لا اجبع المرأة ان تحكي اسرارها لكل ايه? لكل الناس. لانه طبعا النبي عليه السلام جات لوحدة وقالت له يا رسول الله انه في بعض من بعض النساء تحكي ما كان بينه وبين زوجه. فقال نبي صلى الله عليه وسلم ان مسلاك مسلا روجين واقع امرأة على قرارة الطريق وجاء الناس ينظرون اليهما. ما ينفعش يا جماعة. ما ينفعش تقول اسرار بينك وبين زوجتك لحد. وما ينفعش تقول ده انا قوي وانا بعمل وانا يعني كده العينه حق. الناس كلها عندها سرعة قصف انت هتقعد تقول انا بعمل ننفعش كده يعني ولا ايه? يعني تسعين في المئة من رجالة لاسع فما جيش انت هتقول انا كزا وانا ما تقول دايما احنا في خناء وانا بضربها وهي بتضربني وانا بانطحها وهي بتنطحني ولقاء اصحاب الكروشة ما يبقى الرجل بكرش والستة بكرشة يقول لك لقاء الافيال. طيب يبقى مهم جدا احنا ما نعودش نحكي عن الاشياء لان نحكيتها غلق.